اهلا بحضراتكم مرة تانية رجعنا مرة تانية نتكلم عن كورونا أو نكثف الحديث عن كورونا خاصة بقى بعد ما رجعت مرة تانية الإصابات بتزيد في عدد كبير جدا من الدول الأوروبية ده طبعا بسبب متحور وماكرون واللي بينتشر بمعدلات سريعة للغاية عشان كده شفنا بعض الدول قررت أن هي تمنح مواطنيها جرعة تنشطية أو تعزيزية من اللقاح مع طبعا دول تانية بدأت تتكلم فيه العلاج لفيروس كورونا ده غير أنه فيه مخاوف من ظهور المتحور أو متحور جديد يكون أكثر خطورة من أوميكرون قلنا نعرف تفاصيل وآخرة تطورات كورونا في العالم وإمتى ينتهي أوميكرون وتبتدي الإصابات بيت إيل هل هنشوف متحورات جديدة ولا لا كل ده هنعرف من الدكتور إسلام حسين أستاذ علم الفيروسات بالولايات المتحدة الأمريكية دكتور أهلا بحضرتك أهلا بيك أهلا بخير عليكم على كل شعب مصر وكل سنوحاتكم طيبين أهلا بحضرتك طبعا نستغل نحضرتك في أجازة هنا في مصر وعرفت نحضرتك في الأسبوع الجاي فأعرض لكم لحي تعمل كل حاجة في الأجازة شكرا الحمد لله على السلام الله يسلام حضرتك طيب إحنا عايزين ناخد نظرة سريعة كده للوضع الوبائي في مصر ونقارب بالوضع الوبائي في الولايات المتحدة الأمريكية يعني وحاليا الوضع الوبائي في مصر نقدر نقول له أنه هو مستقر نسبيا بعد موجة دلتا يعني فيه حصلت عندنا موجة وبعدين بدأت تنخفض تدريجيا وأعتقد أنه مصر مش هتبقى تفرق كتير عما العالم كله دلوقتي العالم كله بيواجه موجة عنيفة جدا من أوميكرون يعني نقدر نتوقع أنه في وقت ما في المستقبل القريب حنواجه ظروف مشابهة وأوميكرون هو أكثر المتحاورات التي ظهرت لنا قدرة على الانتشار ولكن ده نصف الكوب الفاضي يعني نصف الكوب الممتلئ أنه إحنا خلال السنتين اللي فاتوا تكون لدينا حائط مناعي من خلال العدوى ومن خلال التطعيمات بالإضافة إلى أنه المتحاور أوميكرون الحمد لله ظهرت لنا دراسات كتيرة بتقول أنه عنده قدرة أو كفاقته على التكاثر في الخلايا بتاعة الرئة أقل من دلتا فالعملين دول مخليين أنه الصورة أقل حدة من الموجة بتاعة دلتا ولكن أنا خايف أن الناس تاخد شعور غير صحيح بالاطمئنان من الكلام ده لأنه السرعة الفضيعة في الامتشار بتخليه يوصل لكل الناس أو لعدد كبير جدا من الناس وحياة ده يبدأ يصطاد ناس عندها المناع بتاعتها مش بالكفاءة المطلوبة أو لم تستجيب للتطعيم بشكل جيد فيتحور جوه لا ويسبب عندهم مشاكل وإحنا عايزين نحافظ على أرواح الناس فالشعور اللي عمد الناس أنه الموضوع خفيف هو الفكرة أنه لما يوصيب عدد كبير من الناس يعني نسبة بسيطة من كمية كبيرة بتظل عدد كبير فإحنا المفروض أنه أنا شايف أنه الطريقة الصحيحة للتعامل مع الموقف ده أنه إحنا لا نخاف ولا نقلق الموضوع طبيعي يعني كورونا بيتحور من ساعة تما بدأ لحد دلوقتي وحتفضل تحدث في تحورات أخرى الصح إحنا هنتصرف إزاي؟ طيب دكتور من أول مظاهر ألفة المتحور الأولاني لغاية النهاردة أوميكرون إحنا عاديين بنشوف يمكن في بعض الدول بتبالغ شوية في خطورة المتحورات دي مع أن إحنا فهمنا أن كلما الفيروس بتحور أكتر كلما الانتنسيتي بتاعته أو صعوبته أو قد إيه هو بيبقى شرس شرسته خلينا نقول بتبقى أقل من المتحور اللي قبله مع سرعة انتشاره طبعا فحضرك بتقول إحنا ما نخافش قوي وما نبقاش متطمينين قوي طيب بس يعني ليه دايما فيه شوية من خلينا نقول يعني اسمها إيه يعني الجراءة طيب لا الأبوارة شوية من بعض الدول يعني هم يعني يعني عايزين يحاولوا يخلوا المجتمع بتاعهم مستعد مستعد للتعامل مع الموقف وهم عندهم قدرة كبيرة إن هم يعملوا اختبارات على مستوى كبير على المجتمعات بأعداد كبيرة فبتضلع معاهم نتائج إيجابية كتيرة بتدخل في الأرقام عندهم فيعني أنا أعتقد إن هم بيوروا الواقع بشكله الحقيقي لكن أرجع لنقطة هل إحنا بنبالغ أو الأفورة هو الموضوع يعني ما نفعش نتعامل معا لأنه يعني حاجة كده وحتعدي والموضوع فعلا مشكلة لا بس بالذات أوميكرون لما طلع يعني أنا فاكرين ألفا ودلتا والحاجات ذي كلها لكن أوميكرون لما طلع الجراية في كل العالم ووكالات الأنباء كانت بتحذر أنه يمكن ده حاجة أصعب كتير بقى وهنعيش في أجواء أصعب كتير من أول ما قبل حتى ما معلنوا عن الكورونا فيمكن عشان كده إحنا بنسأل حضرك قلت إنه طبيعي إنه هيفضل يحصل من الحوارات للكورونا صحيح هو يعني أول ما ظهر بالاختلافات الكبيرة اللي بتفصلوا عن الفيروس الأصلي اللي ظهر في الصين العالم كله انتبه وأكيد حضراتكم شفتوا إنه فعلا فيه علامات واضحة بتقول إنه أوميكرون عنده قدرة أعلى على الانتشار الأنباء ودلوقتي المتحاول السائد تأليلا في أوروبا والمتحاول السائد في أمريكا لكن ربنا بيقدر وبيلطف يعني في نفس الوقت فإحنا مع الانتشار الواسع ده زي ما ذكرت لخضراتكم عندنا تكون لدى عدد كبير جدا من البشر بنسبة مختلفة بين الدول يعني ما نقدرش نقول لو سمناه الحائط المناعي أو الحائط الوقائي ما نقدرش نقول إنه هو متساوي بين البلاد المختلفة لأنه نسبة العدوى مختلفة نسبة التطعيم مختلفة لكن أوروبا قطعوا شوت كبير جدا في حملة التطعيم فوصلوا لمرحلة إنه حتى مع ارتفاع الشديد جدا في عدد الإصابات إلا إنه عدد الناس اللي بتدخل أو نسبة المرضى اللي بيحتاجوا إنهم يدخلوا المستشفى أو يحتاجوا عناية مركزة أو أكسجين ما زادتش بنفس الطريقة يعني حصل انفصال بين عدد الحالات اللي عمالي يزيد وبين الناس اللي بتحتاج رعاية مركزة وده شيء مطمئن طبعا ده شيء حاجة ممتازة جدا لإنه إحنا كل اللي يهمنا في الوقت الحالي مش عدد الإصابات إحنا اللي يهمنا في الوقت الحالي إنه ما نزودش العب على الجهاز الصحي في أي بلد أنه حتى في إنجلترا مثلا الأطباء بقوا بيصابوا وبيتغيبوا عن العمل إنه المرض منتشر بشكل كبير جدا فإحنا التطعيمات حتى مع كل التحورات اللي حصلت حتى يومنا حتى مع أوميكرون بتوفر وقاية ممتازة جدا قالوا بناء على النتائج اللي خرجت من دولة جنوب أفريقيا قالوا إنه بنسبة 70% ضد الحاجة إلى دخول المستشفى فده شيء ممتاز يعني الفيروس عمالي يتحور وإحنا التطعيم اللي خرج في 2020 هو زي ما هو زي ما هو بس دلوقتي ممكن الناس تصاب ماكيش مشكلة لكن ما تدخلش المستشفى هو ده الأهم هو ده المهم طيب إحنا كنا نتكلم عن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية وكان عايز ألحضرتك برضو عن حاجة تانية هل لسه بنرصد إصابات بالكورونا منذ بدأت بقى ألفة بيتا جاما دلتا هل لسه بنرصد إصابات بهذه المتحورات موجودين بس بنسبة بسيطة جدا لأنه دلوقتي فيه بتحدث إزاحة المتحورات الأكثر انتشارا بيكون عندها قدرة أنها تتفوق ويعني تحل محل التحورات الأقدم نسبيا فدلوقتي الصورة على مستوى العالم كله بيسود فيها حاليا أوميكرون بنسبة كبيرة ولسه فيه عدد إصابات من دلتا لو دورت كويس قوي وعملت تحليل عدد كبير جدا من العينات وعملت تحليل الشفرة الوراثية بتاعت العينات دي هتلاقي فيه نسبة بسيطة جدا ما زالوا موجودين ولكن الحاجة اللي تهمنا والحاجة اللي احنا نحتاجين نحن نركز عليها هو دلتا وبالطبع أوميكرون طيب دكتور فيه يعني انتشار لمتحور جديد بقى في فرنسا يعني احنا خلاص عدينا مرحلة الأوميكرون واحنا في حاجة تالمية دلوقتي حاجة خمسة في فرنسا هو يعني حيبقى فيه خمسة وستة وسبعة يعني احنا الموضوع بتاع التحورات ده زي ما قلنا حيستمر لأنه هو ده طبيعة الفيروس أنه هو بيتغير طول الوقت فعالية بقى اللقاح حضرتك قلت انه فيه متحورات لكن احنا اللقاح لسه هو هو من عشرين عشرين فعالية اللقاح بتبقى قدقية مع المتحورات دي كلها وليه دايما بنفضل نقول جرعة تلتة بعض الدول دلوقتي بتقول جرعة ربعة هو محتاجين نفرق بين حاجتين الفعالية ضد أو الوقاية ضد العدوى أو الوقاية ضد المرض الشديد في الأول خالص لما التطعيمات خرجت في أواخر عشرين عشرين كان التطعيم مطابق للنوع بتاع الفيروس اللي موجود ومنتشر بين الناس فكان بيوفر حماية جيدة جدا ضد العدوى يعني يجي الفيروس يجي يدخل على الجهاز التنفسي العلوي بتاعنا ما يعرفش يكمل أكتر من كده وتقف يعني تقفل صابة لكن مع الوقت بدأ يبقى فيه ألفا وبيتا وجاما ودلتا ووميكرون فبدأت قدرة التطعيمات على إنها توفر وقاية ضد العدوى بدأت تقل تدريجين لكن احتفظنا بالوقاية ضد المرض الشديد فإحنا خلينا نقول يعني خلي سقف التوقعات بتاعنا واقعي يعني بلاش يعني زمان كانت الناس تقولك أنا خدت التطعيم أنا كده خلاص أنا مش هتصاب لا أنت ممكن تاخد التطعيم وممكن تصاب لكن الإصابة مع التطعيم بتبقى عدور برد خفيف زكام رش نقطة مهمة جدا يا جماعة الناس اللي بتقول أنا خدت تطعيم وخدت الجرعتين ومع ذلك جالي كورونا ما فيش مشكلة جالك كورونا بس ندخلش المستشفى ده الأهم بالزبط ده شيء منطقي جدا محدش يخاف لو يتصاب بعد التطعيم خصوصا بعد أوميكرون جرعتين اكتشفوا أن جرعتين غير كافية أنها توفر وقاية جيدة لكن مع الجرعة الثالثة بترجع ترتفع الوقاية بشكل كبير ودلوقتي الدول بتتجه حتى في مصر بدأوا يبعثوا رسائل الناس بالدور بدأت الناس تاخد الجرعة الثالثة فهو ده زي ما قلت لحضراتكم المفروض نحن ما نخفش المفروض نحن نتصرف صح نتصرف صح ازاي؟ نعمل اللي علينا نستخدم الأدوات المتاحة لنا بشكل جيد والتطعيم دلوقتي متوفر بالمجان وقريب من الناس فأنا شفت في محطة رمسيس صحيح نعمل الحاملة اسمها معنى الطمن موجودة في محطات المترو موجودة في الوقترات موجودة في كل مكان وبالمناسبة عدد الناس اللي تلقوا اللقاح من هذه الحاملة ومن المحطات اللي موجودة في الشوارع حوالي 3 مليون ده شيء ممتاز جدا نحيي كل الجهود القائمة دلوقتي أنها تقرب الناس أو يعني تخلي الحصول على التطعيم أسهل وأنا دلوقتي بسمع من الحوالية أنه أنت مش محتاج تنتظر أنت بتدخل وتسجل اسمك وتأخذ التطعيم على طول صحيح طيب عشان بنطمن الناس أكتر خليني أخذ نموذج مع حضرتك زي نموذج أمريكا أمريكا النهاردة الإصابات فيها تخطط المليون صحية في اليوم صحية فهل مع أن الأمريكان طعاموا ضد الفيروس فهل أوميكرون عندهم أصعب يمكن أنا أقول حضرتك أمريكا بلد عجيبة شوية من ناحية التركيبة بتاعتها هي بلدين في بعض يعني من ناحية الأمزجة السياسية والأمزجة السياسية دي بترتبط بأراء الناس المتعلقة بحياتهم اليومية وقراراتهم ناحية التطعيم وهكذا ففي هناك ولايات نسبة التطعيم فيها مرتفع جدا 70-90% وفي ولايات 30-40-50% فالصورة لو خدناها على مستوى البلد كلها يبقى أمريكا بلد كبيرة 50 ولاية فحتلاقي أنه فيه تباين شديد جدا الأماكن المستوى التطعيم فيها عالي فيها عدد إصابات لكن عدد الناس اللي بتدخل المستشفى أقل تقارنها بالأماكن الأخرى الولايات الأخرى اللي فيها مستوى التطعيم منخفض هتلاقي أن الصورة أسوأ بكتير لكن لما تحط الأرقام دي كلها مع بعضها وتطلع بقى بالمتراسطات فبتطلع الأرقام كلها عالية لكن بشكل عام الإصابات هتكون عالية في أمريكا وفي أوروبا وفي كل مكان هيدخل فيه أوميكرون لازم نتقبل ده ده واقع لكن هل الإصابات دي بتدخل الناس للمرحلة الحرجة ولا لا هو ده السؤال علشان ما ندخلش في المرحلة الحرجة نحن محتاجين نتصرف صحف نستخدم الأدوات المتاحة لنا التطعيم رقم واحد والحاجات اللي الناس عرفتها مع بداية الوباء الكمامة التباعد أماكن جيدة التهوية العناية بالنظافة والمطهرات وخلافه فالوضع في أمريكا ما نقدرش نقول أنه هو استقر لأنه ما زالت الإصابات زي ما حالتك تفضلتي بقت مليون لكن لا يصاحبها ازدياد في حالات تدخل المستشفى في الأماكن اللي التطعيم فيها بدرجة جيدة عظيم منظمة صحة العالمية حذرت الناس وقالت أنه انتشار أوميكرون بهذه السرعة وهذه الشرصة في الانتشار طبعا ممكن أن يؤدي إلى ظهور متحور جديد فعايزين نعرف منك برضو إزاي بيكون فيه متحور جديد هو حيفضل يكون فيه متحور جديد طول الوقت إزاي يعني لأنه الفيروس نفسه لما بيجي يدخل يعدي الخلايا بتاعتنا ويجي ينسخ المادة الورثية عارف لما يبقى معاك ورقة كده وتدخل وتصورها على ماكنة التصوير كلما الماكنة تطلع نسخة النسخة فيها حرف غلط فبيطلع لك عدد كبير جدا من النسخ كل واحدة فيها حرف غلط في حتة مختلفة كل واحدة نسخة الرهيب ده بيدخل بقى في مرحلة سيليكشن يعني مرحلة تنقية أو بيدخل بقى فيه حاجات بتكمل وفيه حاجات ما بتكملش على حسب اللي بيكمل ده بيبقى الأخطاء اللي حصلت دي اداته فرصة أو وفارت له خاصية ما كانتش موجودة في اللي قابله أو ما كانتش بنفس القوة يعني لو التغير اللي حصل ده خل الفيروس يرتبط بالخلايا بتاعتنا بشكل أكثر كفاءة فحتلاقي إن العدوى بقت أسهل لو التغيرات دي خلت الفيروس يقدر إن هو يتهرب من المناعة اللي كونها لنا التطعيم فحتلاقي إنه عنده قدرة إنه يعدي الناس للتعامل فإحنا هو بيجري وإحنا المفروح إن إحنا نجري كمان معاه فحتلاقي حضرتك إنه مع الوقت حتى التطعيمات حيتم تعديلها علشان تغطي التغيرات اللي حصلت وممكن يكون عندنا تطعيم متعدد في أنواع من التطعيمات بيسمها مالتي فيلنت فاكسينز اللي هو اللي حتلاقي فيه مثلا أوميكرون ودلتا وأي حاجة بقى حتطلع تاني في المستقبل مع بعض وفيه اتجاه دلوقتي في البحاثة العلمية على التطعيمات كورونا إنه يكون فيه عندنا تطعيم شامل فيه اتجاه ناحية اليونيفورسال فاكسينز ده معنى أننا بدأنا نقرأ المستقبل هو إحنا عارفين هو حضرتك كورونا مش هيختلف في طبيعته عن الفيروس هو بين نسبة لنا أزمة وعمل لنا شلل في حياتنا وعمل لنا مشاكل كتيرة لكن الاتجاهات بتاعته هتروح فين في المستقبل ما نقدرش نقراها بس نقدر نفهم إنه هو حيمشي في نفس السكة بتاعت كل الفيروسات اللي شبيهها أو من نفس الطبيعة بتاعته فالاتجاه دلوقتي إنه إحنا نستفيد بالتطعيمات اللي موجودة ونوسع الكفاءة بتاعتها بقدر الإمكان ومع الوقت هيبدأ يظهر لنا تطعيمات أكثر كفاءة هيبدأ يتوفر لنا تطعيمات ما تتخذش عن طريق الحق ما تتخذ عن طريق الرشا في الأنف فتوفر لنا مناعة أكبر في الجهاز التنفسي اللي هو العلوي اللي هو المكان اللي بتحدث فيه الإصابة تمام؟ نظيف يعني إحنا كده من آخر بنقول إنه لازم تاخدوا التطعيم عشان خاطر يعني تحافظوا على نفسكم وعلى أسرتكم وأكيد تحافظوا على التباعد الاجتماعي والالتزام بالكمامات وأكيد أكيد ما نبقاش كلنا موجودين في نفس المكان واحتفالات والحاجات اللي احنا منشوفها عشان كورونا موجود لكن مع التطعيم أكيد الإصابة بي أو الفرصة أن ندخل بيه المستشفى أكيد أقلب كتير كل شكرا لك يا دكتور إسلام شكرا أستاذ علم الفيروسات بالولايات المتحدة الأمريكية شكرا على وجودك معنا نورتنا في الستوديو شكرا جزيلا شكرا جزيلا نروح نفاصل نروح نفاصل سريع ونرجع من بعد ونكامل بقية فقرات شكرا